دعت بيونج يانج الأمم المتحدة إلى حض سيؤول وواشنطن على وقف مناوراتهم العسكرية المشتركة بحسب ما ذكرت وكالة لنباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم وطالب نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم سونج يونج في بيان نشرته الوكالة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعوة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى وقف تصريحاتهم الاستفزازية والتدريبات العسكرية المشتركة على الفور واعتبر كيم سونج يونج أن التوتر بلغ مستوى خطيرا جدا بسبب خطاب سيؤول وواشنطن ومناوراتهما محذرا من أن ذلك لن يؤدي إلا إلى انتقال الوضع الإقليمي إلى مرحلة حارجة جدا لا يمكن السيطرة عليها أعلنت الصين اليوم ارتفاع ميزانيتها العسكرية الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة بـ 27% في العام الجاري في تسارع طفيف مقارنة بالعام الماضي وجرى إعلان هذا المعدل في تقرير لوزارة المال نشر على هامش الدورة السنوية لمجلس النواب وتخطط بكين لإنفاق مليار وخمسمائة وثلاثة وخمسين مليونا وسبعمائة ألف يوان على دفاعها أي أقل بثلاث مرات من ميزانية واشنطن وحتى لو كانت هناك شكوك عن هذا الرقم بسبب عدم وجود أي تفاصيل في شأنه إلا أن الزيادة في كل عام تثير عدم ثقة لدى الدول المجاورة للصين والتي لديها نزاعات إقليمية معها